نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجام تدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن راتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسكا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كيذا نغرقا والتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رد الآيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمسكا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكه بعراه كي لا نغرقا ولتجمعه حول الكتاب شتاتنا حتى نزيلتنا حرا وتفرقا ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى نور على مر الزمان تألقا وأضاء لي الدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب من هل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدى وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجا متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن راتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظة